عاجل انقلاب امريكي يطيح بابي احمد من حكم اثيوبيا وعاجل بيان خطير بشأن قبض على ترامب وبعد دعوة الرئيس السيسي تفاصيل انخفاض معدلات الانجاف في مصر وفي خبر هام السحة تكشف موعد اطلاق موقع لقاح كورونا وعاجل معلومات خطيرة عن حرب الحدوب بين اثيوبيا والسودان وعاجل التعرف على الدولة التي تخلصت من فيروس كورونا للابد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائي متابعين قناة مصر ميديا اي اي بي الاخبارية قبل ما نبدأ عظيم يصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا الله جماعة خير احنا بننشر لحضراتكم اهم الاخبار في اخر 24 ساعة قبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الف لايك قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلد ويكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل اكتر من 400 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو رجالة وقدها ووطنيين تعالوا نشوف تفاصيل اول خبر مهم معنا وفي خبر انهام الصحة تكشف موعد اطلاق موقع لقاح كورونا اكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان انه سيتم اطلاق الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا رسميا منتصف الشهر الجاري واضاف ان الموقع حاليا جاهز لكن سيجرى توفير الكميات الخاصة باللقاح اولا حتى يكون متوفرا للفئات الاولى بالتطعيمات اولا باول وتابع مجاهد ان جميع اللقاحات التي يجرى استراضها امنة وليس هناك افضلية للقاح على الاخر وجميع نتائج اللقاحات واحدة فهي تعطي الحماية وكذلك تمنع من الدخول في مضاعفات خطيرة بسبب الاصابة المصدر معنا كان من صحيفة الموجز ويعني بشرة صار ان شاء الله تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم معنا عاجل معلومات خطيرة عن حرب الحدوب بين اثيوبيا والسودان كشفت مصادر عسكرية سودانية عن تفاصيل الحرب مع اثيوبيا وقالت ان اشتباكات تجددت بمنطقة الفشق الصغرى على الحدود السودانية الاثيوبية اودت بحياة جندي سوداني وعدد من الجنود الاثيوبيين واكدت المصادر ان عددا من عناصر الجيش الاثيوبي قتلوا فيما اسر اخرون مضيفة ان جنديا سودانيا واحد سقط في هذه الاشتباكات التي وقعت في الفشق الصغرى وشهدت المناطق الحدودية بين اثيوبيا والسودان خلال الاسابيع الماضية مواجهات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة اثيوبية استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها وتطالب الخرطوم اثيوبيا بسحب قواتها من مواقع لا تزال تسيطر عليها في كل من مرغض وخور حمر وقطراند وفق ما تؤكد السلطات السودانية وذلك التزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وافادت وكالة بلومبرغ الاسبوع الماضي نقلا عن مصدرين رفضت كشف عن هويتهما ان الجيش الاثيوبي نشر اسلحة من بينها دبابات وبطريات مضادة للطائرات في الاسابيع الماضية في منطقة الفشق المتنازع عليها وتطالب اثيوبيا باعادة ترسيم الحدود مع السودان في وقت تتطلع السلطات السودانية الى وضع علامات الحدود وليس اعادة ترسيمها وقال عضو مجلس السيادة الانتقالية السودانية سر العطى في بيان ان السودان يملك الوثائق كافة التي تثبت ان ترسيم الحدود بين السودان واثيوبيا امر محسوم بالفعل وترفض اثيوبيا الاعتراف بترسيم الحدود مع السودان الذي تم في عام 1902 وتطالب باعادة التفاوض بشأن الاراضي الحدودية المتنازع عليها وقالت لجنة الحدود الاثيوبية بداية يناير الماضي ان الحدود الاثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ اكثر من قرن لكن الجانبين لم يحددها وتابعت اللجنة ان اديس ابابا الخرطوم اتفقا على اعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يليو 72 لحل المشكلة الحدودية المشتركة وجرى تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الامم المتحدة المشتركة وبحسب المذكرة اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديا واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه حتى ترسيم الحدود باتفاقي طرفي النزاع المصدر معنا كان من صحيفة الموجز انتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام تعالوا نشوف مع بعض خبر اخر معنا في منتهى الاهمية وعاجل بيانا قطيرا بشأن القبض على ترامب وجه النائب الديمقراطي جيمي راسكين دعوة للرئيس السابق دونالد ترامب يدعوه فيه للادلاء بشهادته تحت القسم اما قبله اثناء المحاكمة في مجلس الشيوخ الذي سيبدأ في التاسع من الشهر الجاري فيما نفى التقارير ما تردد عن القبض على ترامب واحالته للمحاكمة محبوسا واضف راسكين الذي يقود فريق الادعاء ان فريق دفاع ترامب قدم قبل يومين ردا على التهم الموانجهة اليه رفض فيه الادلة القاطعة على المخالفات الدستورية التي ارتكبها ترامب وعلى تحريده على التمرد ومنح راسكين في رسالتي لترامب فترة ما بين الاثنين تمانية فبراير والخميس حداشر من الشهر لتقديم شهادته كما اشار النائب الديمقراطي انه في حال رفض ترامب الدعوة للادلاء بشهادته فان الادعاء سيحتفظ بجميع الحقوق بما في ذلك الحق في اسبات ان الرفض يدعم استنتاجا سلبيا وقويا وبشأن افعال وتقاعص الرئيس بشأن احداث السادس من يناير المصدر معانا كان من صحيفة الموجز منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبر اخر معانا في منتهى الاهمية وعاجل انقلابا امريكيا يطيح بابي احمد من حكم اثيوبيا كشفت تقارير صحفية ان الرئيس جو بايدن قرر قطع المساعدات عن اثيوبيا ووقف دعم رئيس الوزراء ابي احمد والاتجاه لتقوية المعارضة بعد المذابح التي ارتكبها ابي احمد في اقليم تيجاراي واكدت التقارير ان هذه الخطوة تعتبر بداية النهاية لحكم ابي احمد وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الوزير انتوني بلينكين اصار مسألة قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن الازمة الانسانية في منطقة تيجاراي خلال مكالمة عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الاسيوبي ابي احمد وجاء في بيان للوزارة ان الوزير اعرب عن قلقه البالغ بسبب الازمة الانسانية في منطقة تيجري وحث على وصول المساعدات الانسانية بشكل فوري وكامل ودون عوائق لمنع المزيد من الخسائر في الارواح واكد بلينكين مجددا التزام الولايات المتحدة بجدوى الاعمال للاصلاح في اسيوبيا ودعمها للانتخابات الوطنية المقبلة وكذا السلام والامن الاقليميين تشهد منطقة تيجري الواقعة في اقصى شمال اثيوبيا حالة من الاطراب منذ اوائل موفمبر عندما اتهمت الحكومة الفيدرالية حزب جبهة تحرير تيجري الشعبية بمهاجمة قاعدة عسكرية محلية وشنت عملية امنية في 29 نوفمبر المصدر معانا كان من صحيفة الموجز وهذا هو الرد الفعل الامريكي تجاه ابي احمد والحكومة الاثيوبية الان تعالوا نشوف خبر اخر معانا مهم وبعد دعوة الرئيس السيسي تفاصيل انخفاض معدلات الانجاب في مصر قالت وزيرة الصحة والسكانة المصرية هالة زايد انه على الرغم من الزيادة السكانية الا ان هناك انخفاضا في معدلات الانجاب واشارت وزيرة الصحة في بيان امام الجلسة العامة للبرلمان المصري الى ان هناك زيادة في الاقبال على استخدام وسائل منع الحمل مؤكد ان الوزارة عملت لاعداد مراكز تنظيم الاسرة على مستوى الجمهورية واوضحت هالة زايد انه من خلال مبادرة الميت مليون صحة تبين ان نسبة كبيرة من السيدات غير متعلمات وبدون عمل وفي وقت سابق دعا الرئيس السيسي المصريين للسيطرة على الانجاب للحد من النمو السكاني ونظرا لما تمثله الزيادة السكانية من مخاطر على التنبية قال الرئيس السيسي لو لم تتم السيطرة عليها فلن يشعر انقاذ بثمار التنبية وهناك جهود يبذلها المجلس القومي للسكان ومراكز الريف لكن لا بد من وجود مناخ مهيئ وان يكون السياق مساعدا لاختيار توقيت الحملات وان لا سنهدل الموارد دون تحقيق الهدف وكشفت بيانات رسمية ان تعداد سكان مصر بلغ ميت مليون نسمة مع بداية عشرين عشرين ليظل البلد العربي الاكثر سكانا والسالس على مستوى قارة الافريقية المصدر معانا كامل ارتي منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل معانا النهاردة تعالوا نشوف اخر خبر ولكن مهم معانا عاجل تعرف على الدولة التي تخلصت من فيروس كورونا للابد اظهر مؤشر بلومبير كوفيد ناينتين كيف اقتربت كل من بريطانيا واسرائيل من تحقيق مناعة القطيع بعدما اعطت اكثر من سلاسة ارباع مواطنيها الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا في حين ان معظم دول اوروبا ستحتاج سنوات للوصول الى هاتين الدولتين وافاد المؤشر ان بلدان العالم اطلقت اكبر حملة تطعيم جماعية في التاريخ على الرغم من اختلاف نصارات التطعيم من بلد الى اخر اذ اقتربت بريطانيا واسرائيل من تحقيق مناعة القطيع عكس بلدان اوروبية اخرى ستحتاج سنوات للوصول الى ذلك واوضح المؤشر ان الولايات المتحدة تسير على قدم وساق لتطعيم 75% من سكانها ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام بينما تحتاج كندا الى عقد تقريبا للوصول الى مستوى هذه التغطية واوضح مؤشر بلومبرغ ان معظم دول مجموعة السبع ستستغرغ سنوات لتطوير مناعة القطيع في ظل معدلة التطعيم الحالية خصوصا ان مناعة القطيع تتحقق عند تطعيم ما بين 70-80% من السكان وتستند هذه التوقعات الى متوسط معدلات التطعيم اليومية في مختلف فلدان العالم وسيتم تحديثها يوميا وهي مصممة لتقديم صورة متطورة لمدى سرعة نظام حملات التطعيم التي بدأتها معظم بلدان العالم وتحدث مناعة القطيع عندما يكون لدى عدد كاف من الناس مقاومة مناعية ضد فيروس محدد اما من خلال التطعيم او اكتساب الاكسام المضادة من عدوى سابقة المصدر معانا كان من صحيفة الموجز منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل جينا لانهاية نشرة الاخبار كان معكم اسلام من قناتكم مصر ميديا اي بي ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته